إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يغلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وترك الأمة على الملة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيغ عنها إلا هالك ثم أما بعد فالحمد لله الذي من على المسلمين بإكمال صيامهم وعمرتهم ونسأل الله عز وجل أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وعمرتهم وأن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يحفظ عليهم دينهم ودنياهم وأن يوسرهم ويكتب لهم الفوز في الدنيا والآخرة ثم أما بعد فنستانف درسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك الذي يتحدث فيه مؤلفه عن التوحيد وأحكام التوحيد وما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وهو الكتاب المسمى الفتوى الحماوية الكبرى وهذا الكتاب جمع فيه المصنف الكتب تكلم عن الكتب التي بيّنت عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم لأن الصحابة تلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة ولأنهم آمنوا بالعقيدة الصحيحة وطبقوها في حياتهم وتكلموا بها ولم يختلفوا فيها وإنما أجمعوا على أن هذه العقيدة تتلقى بالقبول على ظاهرها وأن التابعين قد تلقوا منهم هذه العقيدة ولذلك كما مر معنا هو يحرص على قضيتين القضية الأولى أن العقيدة الصحيحة لا يمكن أن تكون عند غير الصحابة فإن الصحابة هم تلاميذ الرسول صلى الله عليه وسلم وزكاهم الله في القرآن وزكاهم الرسول صلى الله عليه وسلم فعقيدتهم هي العقيدة الصحيحة ولم يكن بينهم خلاف في هذه العقيدة ولو كان بينهم خلاف لا نقل واحتج المؤلف بأنه حصل خلاف بين الصحابة في مساء الفرعية تتعلق بأحكام الطهارة وبعض الأحكام ونقل لنا الخلاف ولو حصل بينهم خلافهم في العقيدة لنقل فكون الخلاف لم ينقل إلينا في مسائل التوحيد وصبات الله وأسمائه فهذا يدل قطعا أنهم كانوا على عقيدة واحدة فيما يتعلق بالتوحيد وأن الانحرافات التي حصلت في ذلك بعد عصر الصحابة أو حتى في عصر الصحابة لأن بعض الفرق انحرفت في جمن الصحابة وأنكر عليهم الصحابة وبينوا خطاهم وكل هذا مذبت في الكتب التي ألفها أئمة الإسلام ثم هو يشير المصنف عليه رحمة الله وهو شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مطلع اطلاع كبير جدا على الكتب القديمة وكتب الفرق ومذاهب الناس ولذلك لذلك حكى بهذه العقيدة ما كتبه أئمة المذاهب القديمة وما كتبه المؤلهون الذين نقلوا عقيدة السلف والمراد بالسلف والصحابة هم سلفنا فهو نقل ذلك بالتفصيل ولما قال بعض الناس إن هذه العقيدة هي عقيدة الحنابلة قالوا إن العقيدة التي قررها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية وفي العقيدة الواسطية هذه عقيدة الحنابلة فقط فهو يرد على هذا الافتراء بأن هذه العقيدة هي عقيدة أهل السنة والجماعة جميعا ولذلك نقل ما ذكره الإمام مالك وإمة المالكية وذكر نقل ما ذكره الشافعي وإمة الشافعية وذكر ما نقله أبو حنيفة وإمة الحنفية بل نقل ما ذكره بعض الصوفية فإن الصوفية كانوا في هذا الباب وإن كان حصل عندهم شيء من الانحرافات في السلوك وفي الذكر لكن في باب العقيدة والتوحيد كان أوائلهم يثبتون هذه العقيدة السلفية الصحية ولذلك نحن في الدروس السابقة وقفنا عند قول إمام من الأئمة وإن كان قالوا أنه من أئمة الصوفية في القرن الرابع قالوا إنه من أئمة الصوفية والمرادم الصوفية في ذلك الوقت هم الزهات وهو على خلاف عقيدة الصوفية التي فيها انحراف وفيها بدع وكتابه هذا يدل على سلامة منهجه في هذا الجانب وأنه نقل من كتب المسلمين الأوائل الذين ألفوا في هذا الجانب وهذا العالم هو أبو عبد الله محمد ابن خفيف الشراجي محمد ابن عبد الله أو أبو عبد الله ابن خفيف الشراجي وألف كتابا ذكره شيخ الأسلام ونحن وقفنا على هذا الكتاب ونذكر ما فيه من مسائل الاعتقاد ولهذا قال ابن تيمية قال وقال الإمام أبو عبد الله محمد ابن خفيف في كتابه الذي سماه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات اعتقاد التوحيد يعني أن التوحيد لا يصح من غير إثبات الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى قال في آخر خطبته يعني خطبة الكتاب التي افتتح بها الكتاب والكتاب مع الأسف مفقود غير موجود لأن كثير من كتب المسلمين فقدت أيام الغزوة التتار وفي غيرها فقدت الكتب وإن كان بعضهم أشار إلى أنه طبع في مصر قديما لكن لم يوجد الكتاب ومن وجد هذا الكتاب فليدل عليه فإنه كتاب عظيم والكتاب عنوانه اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات فمن وجد هذا الكتاب فليدل عليه فإنه كتاب قيم قال في آخر خطبته فاتفقت أقوال المهاجرين والأنصار في توحيد الله ومعرفة أسمائه وصفاته وقضائه قولا واحدا يعني أن المهاجرين والأنصار اتفقوا على قول واحد في نقل عقيدة العقيدة المتعلدة بالتوحيد في إثبات معرفة أسماء الله وصفاته وقضائه ولم يختلفوا بذلك قال قولا واحدا وشرعا ظاهرا وهم الذين نقلوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لأنهم تعلموا العقيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم قال حتى قال لأن الرسول قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعده وذكر حديث لعن الله من أحدث حدثا لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا وهو يشير بذلك إلى الحديث الذي قال به الرسول صلى الله عليه وسلم المدينة المدينة حرام ما بين عائر إلى كذا فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه عدل ولا صرف وفي بعض رواية الحديث لعن الله من لعن والده ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض ولذلك تلقوا الصحابة هذه العقيدة من الرسول صلى الله عليه وسلم وقال فكانت كلمة الصحابة على الاتفاق من غير اختلاف وهم الذين أمرنا بالأخذ عنهم إذ لم يختلفوا يعني نحن أمرنا بالأخذ عن الصحابة وهم الرعيل الأول وخاصة الخلفاء الأربعة إذا اختلفوا إذا اتفقوا فهذا قطعا وأما إذا اختلفوا فينظروا في الدليل الذي اختلفوا فيه وهم لم يختلفوا في الأصول وإنما حصل شيء من الخلاف في الفروع ونقل إلينا فالخلاف في الفروع الإنسان يرجع إلى الدليل الذي اختلفوا فيه وما ترجح له ورجحه أهل العلم أخذ به وأما الأصول فبحمد الله لم يختلفوا وأدلتها ظاهرة واضحة قال إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع ولو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما نقل سائر الاختلاف فاستقر صحة ذلك عند خاصتهم وعامتهم حتى أدوا ذلك إلى التابعين لهم بإحسان فاستقر صحة ذلك عند العلماء المعروفين حتى نقلوا ذلك قرنا بعد قرن لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ولله المنة يقصد أن الاختلاف في التوحيد هذا كفر إذا اختلف الناس فيما يتعلق بالتوحيد فهذا كفر ولذلك قال لأن الاختلاف كان في الأصل عندهم كفر ومراده بكفر مراده أن فاعله لا بد أن تقام عليه الحجة إذا كان يجهل ذلك فإذا جهد ذلك فلا شك أنه قد وقع في الكفر وهنا بعض الزملاء الدكتور عبدالقادر الغامد يوفقه الله شرح وحقق هذه العقيدة الفتوى الحموية الكبرى ونقل نقولا طيبة فيما يؤيد هذا الأمر من كتب شيخ الإسلام بن تمية الأخرى نقل نقول جميلة نذكر لكم طرفا منها ومما ذكره قال المراد اتفاق منهم في وصول الاعتقاد فلم يحصل بينهم اختلاف فيه والحمد لله لأن أدلتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة ومصدرهم فالتلقي من الكتاب والسنة لذلك كان الخلاف فيه كفرا أو ضلالا فلا يسوه ولا يقبل يعني لا يقبل الخلاف في العقيدة ثم نقل نص عن ابن القيم وقال وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال والمراد بالأفعال أفعال الله عز وجل فهي ملحقة بالصفات في مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرين ولم يسوموها تأويل والمراد بالتأويل كما مر معنا وسوف يمر معنا هو صرفها عن ظاهرها قال ولم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدو لشيء منها ابطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وهذا كلام المتأخرين المتأثرين بالفلسفة وعلم الكلام فهم الذين قالوا يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء أهل الأهواء يعني أهل البدع هم أهل الأهواء حيث جعلوها عظين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مع أن اللازم لهم فيما أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه يريد أنهم تحكموا في صفات الله عز وجل فأثبتوا بعضها وبعضها نفوها وطلبوا لها معاني أخرى كما يأتي في اعتقادات الأشعرية والماتوردية الذين أثبتوا سبع صفات مثلا وأنكروا الأخرى وحرفوها وقال شيخ الإسلام الصحابة رضوان الله عليهم لم يقتتلوا قط لاختلافهم في قاعدة من قواعد الإسلام أصلا يعني لأنهم مجمعون عليها ويقصد أن الصحابة حصل بينهم خلاف وحصل بينهم اقتتال لكنه ليس على مسائل العقيدة أبدا مسائل فرعية أخرى اجتهدوا فيها وحصل بينهم ما حصل في قضاء الله وقتل ولم يكن الاقتتال على مسائل تتعلق بأصول العقيدة بل هم كلهم من قاتلوا من قاتلوا كلهم على عقيدة واحدة فقال لم يختلفوا في شيء من قواعد الإسلام لا في الصفات ولا في القدر ولا مسائل الأسماء والأحكام ولا مسائل الإمامة لم يختلفوا في ذلك بالاختصام بالأقوال فضلا عن الاقتتال بالسيء وقال أيضا وأما الذي أقوله الآن وأكتبه وأن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله بكثير من المجالس إن جميعا ما في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وهذا إجماع واضح أنه يقول ليس في القرآن من آيات الصفات فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها وقد طلعت التفاسير المنقول عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت من ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصحاب أكثر من مئة تفسير يقول أكثر من مئة تفسير فلم أجد إلى ساعة هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آيات الصفات أو حديث الصفات بخلاف مقتباها المفهوم المعروف بل عنهم تقرير ذلك وتثبيته وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله تعالى وكذلك فيما يذكرونه آخرين وذاكرين عنهم أشياء كثيرة وقال مبينا سبب اختلاف أهل الأهواء في مسائل أصول الاعتقاد قال ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا يعني سبب انحرافهم انحراف المتأخرين المتأولين أنهم لم يعتصموا بالكتاب والسنة وإنما أثرت عليهم الفلسفة والمنطق وعلم الكلام فرجعوا إلى حقولهم ومقاييسهم ولم يعتصموا بالكتاب والسنة لأنه قال ولو اعتصموا بالكتاب والسنة لاتفقوا كما اتفق أهل السنة والحديث فإن أئمة السنة والحديث لم يختلفوا في شيء من أصول دينهم ولهذا لم يقل أحد منهم إن لله جسم ولا قال إن الله ليس بجسم كما يذكرونه في كتبهم ويأتون بأشياء ما خاض فيها السلف ولا ذكروها البتة بل أنكروا النفي لما ابتدعته الجهمية والمعتزلة وغيرهم وأنكروا ما نفته الجهمية من الصفات مع إنكارهم على من شبأ صفاته بصفات خلقه مع أن إنكارهم كان على الجهمية المعطلة أعظم منه أعظم منه على المشبهة لأن مرض التعطيل أعظم من مرض التشبيه مرض التعطيل يعني نفي الأسماء والصفات أعظم من التشبيه وإن كان كلها باطل لكن التعطيل أشر ضررا من التشبيه كما قيل المعطل يعبد عدما المعطل لأنه ينكر حقيقة وجود الله عز وجل ويؤولها فهو يعبد عدما والمشبه يعبد صنما وهذا النقل ذكره ابن تيمية في كتابه الكبير در التعارم وقال وهكذا الفقه إنما وقع فيه الاختلاف لما خفي عليهم بيان صاحب الشرع ولكن هذا يعني ما في أحد من أهل الفقه وقع في الاختلاف لأنه لا يريد الشرع وإلا لو وقع منه ذلك لا يريد الشرع أو تعمد مخالبة النص فهذا يقدع في دينه وإنما التبس عليهم الأمر فاختله في بعض المسائل ولكن هذا إنما يقع النجاح في الدقيق منه في الدقيق منه وأما الجليل فلا يتنازعون فيه والصحابة أنفسهم أنفسهم تنازعوا في بعض ذلك ولم يتنازعوا في العقائد ولا في الطريق إلى الله التي يصير بها الرجل من أولياء الله الأبرار المقربين فبين رحمه الله أن الجليل من مسائل الدين سواء في الفقه أو في الاعتقاد وهو ما يسمى بأصول الدين ننتبه لهذا المسألة بعض الناس يظن أن أصول الدين هي في العقائد فقط يعني في الغيبيات وهو يريد أن يبين بأن أصول الدين تشمل أركان الإسلام يعني الزكاة الحج هذه من أصول الدين الجليل منها الصيام فأصول الدين ليس مقصود به الغيبيات فقط والعقائد وإنما أيضا أركان الإسلام من أصول الدين والخلاف فيها هو في بعض تفاصيلها فهو يقول الجليل يعني الشيء العظيم الكبير ما اختلفوا به أبدا خاصا لأدلته متواترة وصحيحة فهم لم اختلفوا به وهذا من أصول الدين وإنما اختلفوا في الدقيق منها قال إنما وقع التنازع في الدقيق من مسائل الفقه وكذا الاعتقاد وهو ما يسمى فروع الدين اللي بعض الناس يقول هذا في الفروع اختلفوا في الفروع هي الدقيقة وهي المسائل الاجتهادية التي لا نص قاطع فيها لا نص قاطع فيها أم التي فيها نص قاطع ثابت صحيح فهذا أصل ولا يليق الخلاب فيها البتة ثم ذكر أمثلا على فروع العقيدة قال ومن فروع العقيدة التي وقع فيها النجاع بين السلف مسألة هل رأى محمد صلى الله عليه وعليه سلم ربه يقصد ليلة أسري به ليلة أسري به هل رأى الله ولا ما رأى الله هذه مسألة خلافية وهي من أمور الغيب والعقائد هذه التي حصل فيها خلاف وهو خلاف لا يفسد العقيدة لأن النصوص محتملة وأيضا مسألة هل يرى الكفار ربهم في العرصات يوم القيامة يعني إذا بعث الناس هل الكفار يرون ربهم أم الكفار محجبون عن الله ما يرونه حتى يوم القيامة أيضا هذه مسألة خلافية وهل هل أول المخلوقات القلم أو العرش يعني يعني لما خلق الله عز وجل القلم قال له أكتب قال هو ما أكتب قال أكتب كل ما هو كائن لا قيام الساعة هل لما خلق الله القلم كان على العرش مستوي على العرش وقال ذلك أو أن العرش قبل القلم وقال ذلك فهذه أيضا من مسائل الخلاف ومنها تعلق التميمة من القرآن وهذه التميمة يعني الذي يتعلق شيء مكتوبا حرز يحتفظ به هل يجوز أن له أن يتعلق بالمصحف أم لا يجوز به ولا يتعلق بشيء البتة فهذه أيضا من مسائل الخلافية بين الصحابة وأيضا فيما يتعلق بالصحابة هل يقدم علي على عثمان في الفضل أم هم يتساوون أم يقدم علي على عثمان أيضا مسألة خلافية لكن التقدم على الشيخين هذه مسألة قطعية يعني ما في الشيخين أبي بكر وعمر في تقديم أحد عليهم البتة وإنما فهذا من الأصول المتعلق بالشيخين ومما هو مجمع عليه وأيضا في مسألة هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان هل هي مترادبة الإسلام والإيمان أم لكل واحد منهما معنا أم إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع وهذا سيمر معنا في مسائل الإيمان وأيضا ذكر قال بخلاف تقديم الشيخين فمن الأصول من الأصول يعني أن لا تقبل الخلاف لأنه مجمع عليها تقديم أبي بكر وعمر فهذه من الأصول الذي يوجد من الفرق المنحرفة من يلعن أبا بكر وعمر فيدل على أنهم خالفوا الإجماع خالفوا إجماع الصحابة والتابعين وأتباع التابعين قال وكذلك روية المؤمنين ربهم في الجنة من الأصول يعني أن المسلمين يرون ربهم في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر فهذه من الأصول ما فيه خلاف بالنسبة للمؤمنين لا خلاف أنهم يرون ربهم في الجنة كما يرون القمر ليلة البدر وكذا دخول الأعمال في مسمى الإيمان دخول الأعمال وهذا خلاف للمرجع دخول الأعمال في مسمى الإيمان فالإيمان ليس مجرد التصديق فقط فلابد من عمل والأعمال داخلها وهذه مسألة قطعية الأعمال داخلها في مسمى الإيمان والأعمال ولهذا ينص شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية على ذلك فيقول في كثير منها ومن أصول أهل السنة ثم يذكره ويقول الفرق الروافض والخوارج والمعتزلة خالفوا مبكر خالفوا لكن خلافهم لا يعتدوا به خلافهم باطل ومردود بإجماع الصحابة رضوان الله عليه قال واقع في أول المسائل الاجتهادية وأول ما وقع الخلاف في زمان الخلفاء الراشدين المهديين في سائر الصحابة ثم في سائر الصحابة ثم في التابعين والمسائل الاجتهادية هي مسائل الفروع والخطأ في مسائل الفروع والأصول يقع من عدة جهات منها إدخال ما ليس من الأصول فيها يعني الخلاف يأتي من عدة جهات فبعض من الناس يعدوا شيئا من الأصول وهو ليس من الأصول هو من دقيق المسائل فيحدث بذلك خلافه ومعلوم أن أصول الدين أدلتها من الوحي وأدلتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة فمن الباطل الذي يترتب عليه فساد عريض أن يدخل في أصول الدين ما لا دليل عليه في الكتاب ولا في السن يعني مما يسبب الانحراف أن يدخل في أصول الدين مسألة ليس عليها دليل لا في الكتاب ولا في السن وهذا سبب ضرر كبير جدا من الفرق المنحرف حيث فيه وخاصة عند أهل الكلام أدخلوا مسائل في أصول الدين وهي ليست من أصول الدين كما تحدث عن الأعراض والجواهر ونحو ذلك من العبارات ويرون أصول قطعية للدين وهي ليست من أصول الدين أصلا بل ولا حتى منه روعية ولا خاض فيها الصحابة وهم يعتبرون من أصول الدين ومعلوم أن أصول الدين أدلتها من الوحي وأدلتها نصوص قطعية الثبوت والدلالة ومن الباطل الذي يترتب عليه فساد عديد أن يدخل فيه أصول الدين ما لا دليل عليه في الكتاب ولا في السنة كما فعل الشيعة في مسألة الإمامة كما فعل الشيعة في مسألة الإمامة واعتقادهم أن فيه إمام معصوم نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا باطل وهذا الذي أحدث الفساد العريم بين من قديم في دين الشيعة كما فعل وكما فعل المتكلمون من إدخال ما يتعلق بالجوهر الفرد ودليل حدوث الأجشام والجواهر والأعراض في أصول الدين لذلك قال شيخ الإسلام فقال لهم الناس أما قولكم أن هذه الطريق هي الأصل في معرفة دين الإسلام ونبوة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا مما يعلم فساده بالافطراب من دين الإسلام فإنه من المعلوم لكل من علم حال الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما جاء به من الإيمان بالقرآن أنه لم يدعو الناس إلى هذه الطريق أبدا ولا تكلم بها أحد من الصحابة ولا التابعين ولا التابعين لهم بإحسان فكيف تكون هي أصول الإيمان والذي جاء بالإيمان وأفضل الناس إيمانا لم يتكلموا بها البتة ولا سلك منهم أحد ولا سلكها منهم أحد يعني هذا الأدلة التي يستدل بها أهل الكلام والجواهر والأعراض وأدلة الأجشام وما يتعلق بعصمة الإيمان ونحو ذلك كلها ما تكلموا بها الرعيل الأول بل لا ما تكلم بها الرسول ولا التابعون لهم بإحسان فدل على أنها من البدع التي أحدثت شرخا كبير في الإسلام فمن الخطأ إذن يدخل مسائل من الهروع في الأصول فيترتب على هذا التبديع والتكفير والاقتتال يترتب على هذا التبديع لأنك إذا قلت هذا أصل فإن من خالف الأصل فهو مبتدع فهو مبتدع فإذا أدخلت مسألة ما هي نص ما هي أصل من الدين بنص الشارع فأنت فتحت باب للتكفير وفتحت باب للابتداع وفتحت باب للتقاتل إذا أتيت بمسألك من فهمك أنت فهمت كذا وليس عليها دليل من الكتاب والسنة لا ودليل قطعي فهذا لا يلتفت إليه وهذا سبب الفساء وأكثر خلافات الناس الآن تدور حول هذا يأتي شخص فيفهم من نص ما فهما ثم يعتبر هذا الفهم الذي فهمه أنه من أصول الدين ثم يبدع من خالفه أو كفاه وهو ليس من أصول الدين فلا يكفر المخالف ولا يبدع والذي من أصول الدين شانه أن يكون دليله قطعي وجاء به الوحي ونحو ذلك وأظن الأمثلة الآن في الاختلافات بين الناس والفرق المعاصرة يعني توضح لكم سبب الانحرارات الكثيرة بينهم وسبب وسبب التبديع والخوض واللت والعجن في مسائل دقيقة دقيقة تذكرون أنه أشار إلى المسائل اليليلة والمسائل الدقيقة فهم يأخذون مسائل دقيقة ويحولون إلى جليلة ويبدعون الناس عليهم فلابد أن يحجر من هذا المسلك وذكر وكذلك قال من الخطأ جعلوا ما هو من الأصول من الفرق جعلوا يعني كما أن من جعل فرعا أصلا فهذا يجر فسادا عريضا كذلك من جعل أصلا جعله من الفروق فهذا يجر فسادا عريضا وضرب هذا له بمثل قال كما جاء في هذه الأزمان فيسوّعون الخلاف في مساء القطعية مجمع عليها كتكفير عوام اليهود والنصارى لأن يشير إلى أن في نابتة تقول عوام اليهود والنصارى منذ عاشوا فهم عاشوا على عوام يتبعون القسس فلذلك لا يرى أنهم كفروا يرى أن عوام اليهود والنصارى لا يكفرون لأنهم عوام يتبعون القسس وهذا جعل مسألة أصلية بأنها من الفروق لأن تكفير اليهود والنصارى محل إجماع سواء عوام ولا محل إجماع ما دام أنه لم يدعي الإسلام ولم يعتنق الإسلام فإنه يعتبر كافرا ولذلك ما فرق الصحابة بين عوامهم وبين علمائهم وإنما اعتبروهم كلهم كفاء ويعرض الإسلام على الجميع فإن دخلوا فيه فهم من المسلمين وإن امتنعوا عنه حتى لو قالوا نحن ما فهمنا الإسلام لم نفهم الإسلام والقسس ما شرحوا لنا لأن براهين الإسلام واضحة وليس لأحد الحج إذا لم يفهمه إذا سمع القرآن وشرحت له الأدلة ثم قال أنا ما أفهم أو نحو ذلك فهذا لا يلتفت لقوله وما لم يدخل في الإسلام فهو من الكافرين ثم قال وقوله يعني قول أبن خفيف هذا الإيمان إذ لم يختلفوا بحمد الله تعالى في أحكام التوحيد وأصول الدين من الأسماء والصفات كما اختلفوا في الفروع قال الشيخ الإسلام الحق أن الجليل من كل واحد من الصنفين مسائل وصول الدين والدقيق مسائل الفروع فالعلم بوجوب الواجبات كالمباني كمباني الإسلام الخمسة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة كالعلم بأن الله على كل شيء قدير وبكل شيء عليم وأنه سميع بصير وأن القرآن كلام الله ونحو ذلك من القضايا الظاهرة المتواترة ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية المجمع عليها كفر كما أن من جحد هذه كفر وقولنا أنها قد تكون بمنزلتها يتضمن أشياء منها أنها تنقسم إلى قطع وظني ومنها أن المصيبة وإن كان واحدا فالمخطي قد يكون معهوا عنه وقد يكون مذرما وقد يكون فاسقا وقد يكون كالمخطي في الأحكام العملية فهو يريد بهذا أن العمليات أيضا كالاعتقادات يعني فيما يتعلق بأركان الإسلام ونحو ذلك فمن غير المعقول أن تكون أركان الإسلام ما هي من أصول الدين وهذا تصرف المعتزلة هم اللي قسموا كذا يعني لما تجل أركان الإسلام الخمسة وما تجعل من أصول الدين وتجعل مسائل أخرى وهي ما يعتقد بالقلب فقط هذا من أصول الدين فهذا ليس بصحيح وهو الذي يقرره شيخ الإسلام هنا وهو مجمع عليه ولذلك أجمع الصحابة على كفر مانع الزكاة وقتالهم وهي في الزكاة في أركان الإسلام وقوله لو كان منهم في ذلك اختلاف لنقل إلينا كما لنقل لنا سائر الاختلاف يعني كون الاختلاف بين الصحابة ما نقل في هذه المسائل فهذا يدل على أنه لا خلاف بينهم البتة قال وقلت هذا دليل قطعي فمن زعم اختلاف السلف في مسائل الأسماء والصفة وغيرها من مسائل الأصول فليات بإسناد فلياتي بالإسناد الصحيح فلو كان عنهم اختلاف لنقل لذلك قال شيخ الإسلام في مناظرته حول الواسطية فقيل لي أنت صنفت اعتقاد الإمام أحمد يقولون أنت العقيدة التي كتبتها هذا اعتقاد الإمام أحمد قال 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 فأراد قطع النزاع لكونه مذهبا متبوعا فقلت ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم وليس للإمام أحمد اختصاص بهذا يعني الإمام أحمد ليس هذا عقيدته وحده كل ألممة المذاهب الأربعة ولذلك سرد المؤلفات التي كتبوها قال وقد أمهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنين قال أعطيكم مهلة ثلاث سنين تأتونني بنص واحد عن الصحابة أنه خالف في مسألة من هذه المسائل المعروفة في أصول الدين قال وهذا وقد أمهلت من خالفني في شيء منها ثلاث سنين فإن جاء بحرف واحد من القرون الثلاثة كل القرون الثلاثة يخالف ما ذكرته فأنا أرجع عن ذلك وعلى أن آتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة ما يوافق ما ذكرته من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيره وهو يريد بالأشعرية الأولين منهم يعني مثل البيهقي والخطابي الذين دخلت عليهم بعض المسائل إلا أنهم في في أصول الدين لا يوافقون المتأخرين فإن المتأخرين بعضهم على عقيدة الفلاسفة وعلى عقيدة المتكلمين ولذلك هو نقل هنا عن البيهقي ونقل عن الخطاب ونقل عن المهتمين بالحديث وتصحيحه وإن كان يوجد في المتأخرين من المهتمين بالحديث من عندهم انحراف كبير فيما ما يتعلق بالعقائد لكنه هو أخذ على نفسه أن يأتي بالكتب التي ذكروا فيها النقل عن الصحابة وهذا حج على غيرهم هو لما ذكر أن بعض الصوفية أصابوا في نقل العقائد كهذا المؤلف الذي عندنا هنا هذا المؤلف الشراجي هو في القرن الرابع يعني هو متوفع 371 القرن الرابع وهو ينقل الإجماع على أن الصحابة على عقيدة واحدة ولم يؤول فنقل ما ذكره من كتابه ومثل هذا ما نقله عن الخطاب وعن غيره وليس كل محدث معصوم من الانحراف ليس كل محدث فإنه قد يكون الرجل عنده علم بالحديث لكنه خلولي يعتقد أن الله حال في الكون أو منغمس في علم المنطق والانحرافات فبعض من نسأة وأهل الحديث مصطلح على الذين على عقيدة أهل السنة والجماع لما لما يقال هذا من أهل الحديث فالمراد أنه يعتقد عقيدة أهل الحديث الأوائب وليس معنى ذلك أنه متخصص بالحديث لأنه قد يكون متخصص بالحديث والمصطلح وهو منحرف العقايد وهذه الأمثلة واضحة أمامكم الآن في هذا الزمن الآن اليوتيوب وغير ما قال شيء يعني يأتي بعضهم بالطوام والحلوليات والانحرافات وهو محدث يقال المحدث الفلان عنده شهادة كبيرة في الحديث وإذا ناقشته بالمصطلح فإذا هو متقن لكن أعماه الشيطان لأنه اعتقد أن أصول الدين لا تأخذ من الوحي ومن الكتاب والسنة وإنما أصول الدين عنده تأخذ من العقل ولما رجع إلى كلام العقلانيين والمعتزلة ونحو ذلك وقع في هذه الشبهات العليظة فيه مسألة أخرى نناقشها بالدرس القادم إن شاء الله تعالى لأنها سوف تطول عليكم فنؤجلها إلى الدرس القادم ونكتب بما سمعتم وسبحانك اللهم وبحمد أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك اللهم وأتوب إليه ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل